كان اليونانيون عبدت الأصنام كانوا يتوجهون إلى آلهتهم الأصنام فيدعونها فإذا استجابت لهم استمروا بعبادتها وإذا دعوا ولم يجدوا استجابة لدعائهم عزفوا عن عبادتها وربما جلدوها بالسياط وكان الصيادون في إيطاليا النصارى من الصيادين إذا خرجوا لصيد البحر وكان في ذلك اليوم صيدهم غير وافر قليل عمدوا إلى تماثيل العذراء وألقوا بها في البحر غضباً وسخطاً على قلة محصولهم وصيدهم في ذلك اليوم وكان الصينيون يعبدون آلهتهم فإذا نزلت بهم نكبة أو مصيبة عمدوا إلى إله من آلهتهم فضربوه وكسروه وهم يقولون له لقد صنعناك من الذهب وبنينا لك معبداً وقدمنا لك الأضاحي أفتقابلنا بهذا الجحود؟ وكتب أحدهم يقول ركبتني الديون والهموم والغموم واشتدت عليه فذكرت قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فأفرغت كل ما في جعبتي من دعاء وتضرع لله عز وجل وبكيت وتضرعت أيام طوال فلم أجد الله يقف معي ولم أجد الله يفرج همومي وغمومي ولم يسدد ديوني فبدأت رحلتي من الإيمان إلى الشك العبد أحياناً فعلاً يصاب بابتلاءات في هذه الحياة أنواع الابتلاءات كثيرة يصاب بفقر يطرد من وظيفة يصاب بهم أو غم أو بلاء أو يصاب بمرض عضال أو يصاب بقريب له حبيب ابن أم أب قريب له يصاب بمرض فيتوجه إلى الله عز وجل بقلب صادق وبنية صادقة وبتضرع وبكاء ويسجد لله ويدعو الله بأن يفرج همه وغمه فلا يجد دعاءه يستجاب وربما بالعكس تمر الأيام فيزداد همه وغمه وربما هذا الذي دعا له قريبه ابنه أو أبوه أو أمه هذا الذي دعا له وقد مرض مرضاً عضال ربما يزداد مرضه فيموت فهنا يقف وقفه يراجع نفسه يقول توجهت إلى الله بقلب صادق بنية صادقة فلماذا لم يستجب دعائه وهنا تبدأ الإشكالات وتبدأ الشبهات تنشأ في ذهنه ربما بعض الشباب موجودة عند هذه الشبهات ولكن لا يجرأ أن ينطق بها وأن يفصح بها من هذه الشبهات يقول أوليس الله عز وجل في آيات القرآن وعدنا بأن الإجابة فورية سريعة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا طيب أنا مهموم مغموم فقير علي ديون فلان من أقاربي مريض ما قعد أطلب مليون لماذا لا يستجيب الله لي أوليس الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فلماذا لا يستجيب لي الله عز وجل ما الذي ينقصه من ملك الله أن شاف فلان من مرضه ما الذي ينقص من خزاء الله إن هداني لي وظيفة أقتاتوا بها فلماذا لا يستجيب لي وهذا يجر إلى شبه ثانية أعمق وأخطر وهي شبهة الشرور فيسأل يقول أوليس الله عالما نقول نعم يقول إذا هو يعرف حالي أوليس الله رحيما نقول نعم يقول إذا هو يريد لي الرحمة أوليس الله قادرا نقول نعم قال إذا كان الله عالم ورحيم وقادر فلماذا لا يستجيب لي ويرفع الهم والغم والبلاء عني صارت لأيام طويلة وأنا أدعو الله فلا أجد جوابا من رب العالمين إذن هذه الشبهات وغيرها كانت بابا واسعا للإلحاد كثير من الشباب والشابات دعوا الله ودعوا ودعوا فلم يستجاب لهم فكان الدعاء وعدم استجابة الدعاء بوابة واسعة لترك العبادة وترك الدعاء بل حتى ترك الدين بل حتى الإلحاد والعياذ بالله يدعو فلا يستجاب له طيب إحنا هذه الليلة وليلة الغد نريد نناقش هذه المسائل فيها شيء من الفلسفة وشيء من علم الكلام وفيها شيء من الروحانيات يعني ربما يتساءل الإنسان يقول هذا موضوع يخص مثلا أيام شهر رمضان لا لا موضوع نتناول من جانب فلسفي كلامي غالبه فلسفي كلامي إذن السؤال لماذا لا يستجيب الله لنا تفتو شباب هذه الليلة راح أذكر نقطتين فقط وغدا أكمل ثلاث نقاط النقطة الأولى يا أخوان أننا لا بد أن ندرك بأن الدعاء ليس مقدمة وشرط للإيمان كما يظن البعض وإنما هو جزء من الإيمان شنو يعني تفتولي تحتاج إلى مقدمة كيركيغارد فيلسوف ولاهوت داني ماركي يقول هناك مراحل ثلاثة مراحل وجودية كبرى تمسك الإنسان أي إنسان يريد أن يتطور لا بد أن يمر بهذه المراحل الثلاثة اللي يسموه بعد ذلك طرق كيركيغارد كي تكون إنسانا الآن راح أذكر لك هذه المراحل الثلاثة وإحنا رجال ونساء كل واحد يصنف نفسه يشوف ينتمي إلى أي مرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة بعضنا قد يتمرحل يبدأ حياته في المرحلة الأولى ثم ينتقل للثانية ثم للثالثة بعضنا قد يعيش حياته كلها في مرحلة واحدة إلى أن يموت وهو مستوطن هذه المرحلة لا ينتقل إلى مرحلة أخرى ما هي هذه المراحل الوجودية الكبرى؟ قال أول مرحلة هي المرحلة المادية يعيش الإنسان حالة اهتمام بالماديات همه وشغله الشاغل إش قدرات بارتفع أو نقص همه وتفكيره نوعية سيارته ونوعية أثاث منزله والعلاوة التي سيحصل عليها من العمل وشهواته ورغباته تعبير كيركيغارد يقول يعيش ملل وجودي فراغ وجودي يعيش حالة من الأنانية في حياته مادي بطبعه يعني إذا اليوم 24 ساعة مثلا وهو صاحي مثلا 15 ساعة 13 ساعة 12 ساعة هو فقط يفكر بالماديات برصيدة في البنك بنوعية سيارته بما يمتلكه بما لا يمتلكه هذا الإنسان مستغرق في الماديات هذه المرحلة الأولى يقول أكو مرحلة ثانية أعلى وهي مرحلة مهم إخواني أنا وياك نصنف نفسنا في أي مرحلة نعيش ممكن تتداخل هذه المراحل يعني ممكن أنت سبعين بالمئة المرحلة الثالثة وعشرين بالمئة المرحلة الثانية الأفضل أني أكون في معظم معظم أيام حياتي في المرحلة الثالثة قال كيركيغارد المرحلة الثانية هي مرحلة أخلاقية عقلية هنا الإنسان يرتقي بعد مهمة الماديات يبدأ يلتفت إلى المبادئ الأخلاقية يبدأ يلتفت إلى الواجبات والحقوق يلتفت إلى المقولات الأخلاقية يلتفت إلى ما له وما عليه يتأمل في الحسن والقبح في الخير والشر فيما يراه في حياته هذه المرحلة عقلية عقلية بحتة ممادية عقلية يعني كل شيء فسر بالعقل سمونها المرحلة الأخلاقية ثم يرتقي الإنسان إلى المرحلة الثالثة وهي أعلى المراحل ألا وهي المرحلة الروحية يقول هذا الفيلسوف يقول يبدأ الإنسان في هذه المرحلة يدرك بأن أهم ما في حياته هي طبيعة علاقته مع ربه وخالقه يعيش حالة من التجربة الإيمانية العميقة أو كما يعبرون يروي ضماءه الأنتولوجي أو الوجودي للمقدس يعيش حضور الله عز وجل في قلبه يبدأ يعيش بعض المشاعر مو كل واحد يدركها مشاعر التسليم لله عز وجل تشوفه في عمق المصائب والآلام هو مرتاح وهذا شيء طبيعي المؤمن الوضع الطبيعي للمؤمن أنه غير مهموم وغير مغموم المؤمن غير مهموم ولا مغموم نعم مبتلى يتألم يحزن لكن أن يكون مهموما مغموما يفترض يفترض أن يكون المؤمن مطمئنا لأن دين وعلاقة بالله لا توفر لي الطمأنينة والسكينة هذا ليس بدين وهذه ليست بعلاقة العلاقة القوية مع الله عز وجل هذه العلاقة التي تعطيني حالة من التسليم وقت البلاء ما يعني التسليم ورح نتكلم إن شاء الله ليلة الثامن وتاسع عن هذا الموضوع تسليم لله عز وجل أنني في عمق المشاكل وعمق الآلام وعمق المضايقات أسلم أفكاري وضيقي كله لله وأقول إلهي أنت تدبر جميع أموري هذا في المرحلة الثالثة هذه المعاني مثل التسليم ما يتقنها إلا من يعيش المرحلة الثالثة توكل على الله تفويض الأمر لله الصبر الإخلاص الحب العشق لإلهي قال هذه كلها مختصة بالمرحلة الثالثة الروحية إذن هذه المراحلة الثلاثة أحفظها مرحلة مادية أعيش الماديات مرحلة أخلاقية عقلية الصح والخطأ الخير والشر الحسن والقبيح ومرحلة روحية أعلى هي علاقتي بالله عز وجل المهم يا أخوان أن اللي يعيش في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ما يدري إيش قاعد يصير فوق في المرحلة الثالثة ما يدرك ما الذي يراه وما الذي يشعر به في المرحلة الثالثة تصور واحد عايش في الطابق الأول والثاني بالطابق الثاني ما يدرون ما الذي يجري في الطابق الثالث اللي يعيش حياة مادية حياة أخلاقية عقلية فقط لا يدرك ما الذي يجري في الحياة الروحية والعكس صحيح اللي في الحياة الروحية يعرف ما الذي يفكر به الماديون وما الذي يفكر به العقليون الأخلاقيون يعني أضرب لك مثال لما جيب لك واحد في المرحلة الأولى مادي وواحد في المرحلة الثانية أخلاقي وجيب لك قصة العبد الصالح لما قتل الغلام في قصة الكهف تقول للعبد الصالح قتل غلام طفل اللي يعيش في المرحلة الأولى والثانية ما يتقبل هذا الشيء يقولها جريمة قتل ما يتفهم عقليته ما تعطيه ما يقدر يتقبل هذا الشيء أستطيع قل لي أنزين موسى اعترض عليه موسى اعترض مو لأنه يعيش في المرحلة الأولى والثانية موسى اعترض لأنه حكم بالحكم الظاهري فلما فسر له العبد الصالح أنه أمر إلهي من الله أذعى مباشرة كما في الروايات لما تعرض قصة إبراهيم وذبحه أو محاولة ذبحة أراد أن يذبح إسماعيل تعرض هذه القصة قدام رجل أو امرأة يعيشون في المرحلة الأولى أو الثانية مستحيل يتقبل هذه القصة ولذلك كانت اللي تكلمنا عنه ليلة البارحة وقبل البارحة لأنه مستغرق في المرحلة الثانية فيلسوف عقلي بحت دائماً يتكلم عن الأخلاق وعن الضمير وعن الواجب وعن الإرادة كانت لما عرضت عليه قصة إبراهيم وأنه أراد أن يذبح ابنه قال هذه جريمة شروع بالقتل ما يعي ما يفتهم ما المقصود من هذه القصة ما يفتهم معاني عالية في هذه القصة بس من تجي تعرضه على إنسان يعيش في المرحلة الثالثة الروحانية يقول ما أروعه وما أعظمه من تسليم عند إبراهيم رأى رؤية فسلم أمره أي تسليم من هذه اللي يكون على استعداد لأجل الله أن يذبح ولده هاي المعنى ما يدرك إلا اللي يعيش المرحلة الثالثة طيب لم يستجب الله دعاءه حتى ناقش هذا الموضوع الدعاء ولماذا الله لم يستجب دعاءنا لابد أن نكون في المرحلة الثالثة المرحلة الروحية هنا نستوعب ونتقبل المبررات والأسباب ليش الله ما استجاب لي الدعاء أما إذا كنت مستغرقا في الماديات أريد الجواب بسرعة يجيني من رب العالمين إذا دعوت وإذا كنت عقليا بحتا هم بعد أريد جواب رب العالمين بما أنه وعدي وعدني لابد أن يستجيب لي إذن عدنا هذه المراحل الثالثة الدعاء حتى نعرف لماذا لا يستجيب الله عز وجل دعاءنا لابد أن نعيش روحانيات بعض الشباب يا أخوان والشابات يجعل من الدعاء مقدمة للدين موجزء من الدين وهذه مشكلة شنه يعني مقدمة للدين يعني يمكن ما ينطق بهذه الكلمات لكن هو لسان حال هذا عمليا هي تصرفاته يدعو الله عز وجل فإذا استجاب الله له شوف تلقائيا متوجه للدين متوجه للصلاة وعيش الصلاة وعلاقة قوية برب العالمين وإذا ابتلي ابتلاء ودع الله عز وجل فلم يجد الله يقف معه تلقائيا يبتعد عن الدين وربما ترك الصلاة موجودها الظواهر هذا شيء يريد هذا قاعد يختبر رب العالمين هذا علق إيمان بالدعاء يعني جعل الدعاء مقدمة للإيمان وهذا خطأ يعني ما يصير أعلق إيماني باستجابة الدعاء إن الله استجاب لي الدعاء أنا أؤمن وأستقيم إذا ما استجاب لي الدعاء أترك الإيمان هذا الله ما يقبله بالعكس أؤمن أولا وأثق بالله أولا وأعرف الله أولا ثم بعد ذلك أدعو وأطلب من الله عز وجل ما أجعل الدعاء مقدمة للإيمان وإنما أجعل الدعاء جزء من الإيمان إذا لك سألوا الإمام الصادق عليه السلام قال لو لندعو فلا يستجاب لنا قال لأنكم تدعون من لا تعرفونه عرفوا الله قووا علاقتكم برب العالمين ثم ادعوه ما تخلي الدعاء شرط للإيمان الدعاء مقدمة للإيمان وإنما الدعاء جزء من إيمانياتك في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل قال من سألني أو دعاني وهو يعرف أنني أضر وأنفع عمليا نعيش هذه المشاعر أستجيب له إذن هذه النقطة كمقدمة لموضوع هذه الليلة وليلة الغد مهمة جدا إخواني أن نعرف أن الدعاء جزء من إيمانياتنا وروحانياتنا نعيش الروحانية ثم ندعو فإذا لم يستجب لنا راح نناقش ليش ما يستجاب لنا أما أن أكون خارج دائرة الإيمان يجيك مثلا واحد ملحد واحد إيمان ضعيف ما تقدر تناقش ليش الله ما يستجيب لك الدعاء صعوب قلت لنا ناقشك في مقدمات ثانية في وجود الله في صفات الله أما أقول ليش ما يستجيب الدعاء أنت أساسا خارج دائرة الإيمان طيب هاي النقطة الأولى النقطة الثانية نحن نصيغ معادلة الدعاء بطريقة خاطئة شلون؟ نعتقد بأن معادلة الدعاء حتى يستجاب الدعاء لنا تكون بهذه الطريقة دعاء زائدا الله يساوي استجابة يعني متى ما دعوت الله تجيك الاستجابة وهي خطأ لماذا؟ لأننا غيبنا عنصر مهم في هذه المعادلة عنصر مهم جدا في هذه المعادلة الدعاء زائد الله فقط لا يؤدي إلى استجابة لابد من عنصر ثالث ما هو هذا العنصر؟ العبد نفسه الداعي نفسه إذا تريد تعدل المعادلة قول العبد الداعي نفسه اللي يدعو زائد الدعاء يتوجه بالدعاء زائد الله يتوجه إلى الله ثم تأتي الاستجابة تقول لي شوني يعني العبد؟ أقول لك العبد يعني سلوكيات الداعي طعام الداعي حلال وحرام نفسية الداعي طهارة قلب الداعي توجهه وثقته لله نواياه هذه كلها مؤثرة في المعادلة لنغيب هذه المعادلة المشكلة أننا ركزنا على مجموعة من الآيات وغابت عنا مجموعة أخرى من الآيات والروايات فصرنا ننتظر الدعاء فإذا لم يستجب دعاءنا اعترضنا دائما نقرأ هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ادعوني أستجب لكم فصار البعض يصورها بأنها علاقة شرطية حتمية يعني متى ما دع الله لا بد أن يستجاب له يعني بلا تشبيه البعض يصور أن الدعاء مثل مكينة القهوة فقط يضع العملة المعدنية ويطلب القهوة التي يشتهيها فتستجيب له المكينة وتعطيه القهوة التي يريدها ويظن أن الدعاء بهذه الطريقة بما أن الله قال دعوني أستجب لكم خلاص أفرج سجاتي وأطلبت من الله الدعاء فلا بد أن يستجيب لي لا مو صحيح لا بد من وجود العنصر الثالث عنصر العبد أنا الداعي ما هو دوري في الدعاء وقت الدعاء طعامي حلال أو حرام وقت الدعاء نية طاهرة أو لا وقت الدعاء عندي ذنوب حجبت بيني وبين الله لو ما بيني وبين الله شفاف قريب إلى الله عز وجل هذا العنصر مؤثر لنغيب هذا العنصر سألوا الإمام الصادق عليه السلام قالوا لماذا لا يستجاب دعاؤنا قال لأنكم لم تفوا بعهد الله مو الله قال وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم يقول الله أنا وعدكم أني أستجيب دعاكم هذا عهد مني لكم ولكن بشرط أول أوفوا بعهدي ما هو عهد الله يعني اتركوا ما لا يريده الله الخطاب إلي أولا اتركوا ما لا يريده الله وطبقوا وامتثلوا لما يريده الله عز وجل لما توفون بالعهد تعال بعدين واطلب وادعوا إذا ما جاوبتك ذاك الوقت اعتب إذلك في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام إن لم تحقق شروط الدعاء فلا تنتظر الإجابة أليكسس كارل طبيب وجراح هذا لا هو فيلسوف ولا لاهوتي ولا عرفاني ولا متصوف ولا فقيه هذا رجل طبيب جراح عنده كتاب الإنسان ذلك المجهول حاز على جائزة نوبل هذا الرجل في عنده كتاب صغير اسم الدعاء يقول فيه إن الدعاء في تجاربة مع المرضى ودعواتهم وكيف يدعون فيستجاب لهم من ضمن كلماته يقول إن الدعاء أحيانا يكون عقيما لا ثمرة له يعني لا يستجاب لماذا؟ يقول لأن الغالبية الذين يدعون هو يقول كذابون متعجرفون مغرورون وقلوبهم مليئة بالحقد والكراهية فكيف يستجاب لهم؟ هو يريد الله يستجيب له لكن غيب عنصر العبد في المعادلة بس دعاء الله لكن العبد ما ملتفت له مر موسى عليه السلام برجل ساجد يتضرع إلى الله ويطلب حاجته وهو يبكي راح موسى ساعة ورجع شاف هذا الرجل ما زال ساجدا يدعو الله ويبكي فرقله قال والله لو كانت حاجتك عندي لقضيتها لك فأوحى الله إلى موسى يا موسى لو سجد لي حتى تنقطع رقبته ما قبلته ليش؟ قال حتى يتحول مما أكره إلى ما أحب هو ساجد ويتضرع بس ما يعرف ما منتبه إلى بعض الذنوب التي يمارسها إخواني أحيانا قد أجلس في جلسة وأوصي نفسي أولا أجلس في جلسة مع شباب أو صديقة تجلس مع صديقاتها كلمة واحدة مدتها عشر ثواني بعض الكلام أغتاب بي إنسان أو أهتك حرمة إنسان أو أستنقص أو أستهزئ بإنسان وهو غائب عني ما أعرف أني راح أدفع ثمن هذه الكلمة لمدتها عشر دقائق أدفع ثمنها غالي أدفع ثمنها بأنه لا يستجاب دعائي أدفع ثمنها أنه قد الله عز وجل وجه لي توفيق ما فمنعته عن نفسي حجبته عن نفسي وجه لي بركة فمنعتها عن نفسي بسبب كلمة قلتها عن فلان وهو غائب هذه الذنوب الخفية أحتاج ألتفتلها دائما خاصة ذنوب اللسان لأن اللسان سهل جدا وخفيف كل كلمة أطلعها من فمي هذه الذنوب الخفية قد تمنع عني استجابة الدعاء الله يقول لي يا موسى هذا يدعوني والله لو دعا حتى تنقطع رقبته ما استجيب له حتى يتحول مما أكره إلى ما يحب أحيانا ممكن أنا ما ملتفت أنه عندي بعض الذنوب أحتاج مراقبة لذاتي أحتاج مراقبة لنفسي إذلك الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان خلي نكملها حتى يجيب قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي أستجيب لله عز وجل وأطبق ما يريد وأتجنب ما لا يريد وأؤمن بالله ثم الله يقول أنا أستجيب لك أما أني أنا أشرط على الله العبد ما يشرط على سيده تستجيب دعائي وبعدين أؤمن وأصير خوش إنسان لا الله ما يقبل هذا الشيء يقول أنا لا أجرب الله ما يجرب عز وجل إنما أؤمن وأصحح إيماني وأتق الله ثم بعد ذلك أدعو الله وأطلب من الله يقول صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يطيل السفر ويرفع يديه للدعاء ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له ذا المسألة الدقيقة التفت إلى طعامي ما معنى مطعمه حرام هذا الطعام اللي آخذه وآكله من المطاعم قد يؤثر إذا كان غير مذكة الآن من الناحية الفقهية أنت مجاز بلاد إسلامي تأكل من أي مطعم ولكن بعض الفقهاء يقولون إلى أثر وضعي يحرمك من استجابة الدعاء يحرمك من التوجه في العبادات إذا كان هذا الطعام غير حلال إلى أثر روحي عليك طعام الحلال إذا اشتريت طعاما بمال تكلم عن ذاك البعيد من غش مال من خداع مال من تجارة محرمة هذا كل طعام حرام يؤثر مو فقط على استجابة الدعاء يسبب قساوة القلب يسبب خذلان من الله يسبب عدب توفيق يسبب حجب ما بيني وبين الله عز وجل والإمام الحسين أشار لهذا المعنى وقف أمام القوم وخاطبهم وكلما خاطبهم لم يجيبوه ولم يذعنوا ولم يسمعوا شي قالهم الإمام الحسين سلام الله قالهم لا عجب فقد ملئت بطونكم من الحرام وطمس على قلوبكم شوني يعني ملئت بطونكم من الحرام وطمس على قلوبكم خلال قلب أعوذ بالله يعمى القلب بس شوني يعني ملئت قلوبكم من الحرام يعني عتدتم على أكل الحرام أموالكم التي تشترون بها طعامكم كلها حرام طعامكم أموالكم وهذا نتج أن هؤلاء القوم مو فقط كان لا يستجاب لهم هؤلاء حاربوا الحسين خذلوا الحسين نكثوا الحسين طعامهم المحرم جعلهم أشباه بشر وليسوا ببشر يعني جردهم الطعام الحرام جردهم من الإنسانية اللي أنت تخجل أن تشاركهم بالإنسانية علي بن الطعان المحارب يتعرفون قصته يوم إجا جيش الحر والإمام الحسين سلام الله عليه عند جبل ذي حسم تتعجب لما تقرأ هذه القصة كل مرة تقراها في كتب المقاتل تتعجب من هكذا أصناف من هكذا شخصيات أقبل جيش الحر الإمام سقاهم قال للجماعة قال اسقوا القوم ورشفوا الخيلة ترشيفا الحر مع الفارس الإمام على ظهر الجواد يراقب كل علوي يسقي الأموي فجاء علي بن الطعان المحاربي من جيش بني أمية يتماي اليمينا وشمالا على ناقته لا يرى أمامه من شدة العطش نزل الرحمة الواسعة نزل من على ظهر الجواد وبيده الشريف القربة اقترب من علي بن الطعان قال له أنخ الراوية نزل الجمل أبرك الجمل نزل الراوية أعطاه الإمام بيديه الشريفتين الكريمتين لعلي بن الطعان أعطاه القربة حتى يشرب هذا عطشان ويرتجف لما رفع القربة صار الماء يتماي اليمينا وشمالا شو سوى الحسين سلام الله عليه بكل رحمة بكل محبة أخذ منه القربة وصار يسقيه الماء تدري هذا علي بن الطعان كان من الذين يرمون الحسين وهو على التراب يرمونه بالحجارة كان يقف من بعيد ويرمي الحسين سلام الله عليه بالحجارة حميد بن مسلم يقول رأيت شفتي الحسين تتحركان فقلت إن كان الحسين يدعو علينا هلكنا والله هاي بآخر ساعات الحسين وهو على التراب يقول فهرولت إليه دنوت من شفتيه سمعته يقول العطش العطش وحق جدي أنا عطشان يقول هرولت إلى عمر بن سعد قلت ليا أمير الحسين مقتول فأذن لي أسقيه شيئا من الماء يقول فأعرض بوجهه عني وقد بللت دموعه لحيته المشومة عرفت أن سكوته رضاه هرولت إلى نهر الفرات ملأت القربة رجعت إلى الحسين فاعترضني علي بن الطعان المحارب يقول لي حميد إلى أين قلت لستأذنت من الأمير وأريد أن أسقي الحسين يقول هو من سمع اسم الحسين استل خنجرة وحمل عليه وضرب القربة فأريق ماءها على التراب قال يموت الحسين يراق الماء ولا يشرب الحسين منه قطرة يقول رجعت مرة ثانية أخذت قربة أخرى ملأتها من نهر الفرات وأنا راجع أريد أسقي الحسين حسيت كأنما الأرض ترتجف تحت قدمي وإذا بريح عاصف قد هبت رفعت طرفي إلى السماء رأيت الشمس قد كسفت دققت النظر آجركم الله يقول شفت الشمر واقف وبيده رأس الحسين سلام الله عليه هذه الأصناف أعداء الحسين هذا اللي سقى الحسين بذاك اليوم لذلك هو طريقة بطريقة الإمام إلى كربلة سقاهم الماء صلى بهم تالي يقل للأبو فاضل شيل المحام البعد وهي النوق خلي نكمل مسيرنا ونمشي وقف الحر واعترض الحسين عليه السلام الحسين قال له يا حر ويحك ما تريد قال أمرته إذا لقيتك أن لا أتركك حتى أسلمك إلى ابن زياد الإمام الحسين قال له الموت أدنى لك من ذلك أراد أن يتحرك الحسين وخليها ببالك تصور الحسين والرجال قدام وخلفهم النياق وعليها الهوادج وفي الهوادج النساء راد الحسين يتحرك فاعترضه الحر مرة أخرى فقال له الحسين يا حر ابتعد ثكلتك أمك تفت الحر نزل رأسه استحى قال له أبا عبد الله والله لو غيرك قالها لي لما عدوت ذكر أمه ولكن ليس لي إلى ذكر أمك من سبيل أنت أمك الزهراء انقبل التراب اللي تمشي عليه فاطمة الزهراء عليها السلام اشتركوا في القناة